قبل ما هطلع الفاصل عايز اشيد وانا قلمة اشيد يعني انا دايما ابحث عن الحاجات اللي محتاجة تصويب وحاول اساهم في تصويبها وتعدلها اذا كان في خطأ او اذا كان في مشكلة او اذا كان في حاجة وده الهدف الرئيسي لنا يعني انما في حاجة لما تحصل لازم اشيد حقيقة تنظيم الدورة بعيد عن التفاصيل مش هادخل في التفاصيل وتتلاغت من الامارات ليه وجات هنا ليه والاجتهادات اللي الناس بتتكلم فيها دي لكن انا انها تتنظم في مصر بهذا السرعة الفائقة خد بالك انها تتلاغي احنا جالنا كمان يعني اميلات وجالنا خطابات شكر من منتخب زي كرواتيا منتخب كرواتيا ده منتخب عظيم ده تالت ولا رابع العالم تالت العالم اعتقد يعني كاس العالم اللي فات المغرب رابع وكرواتيا تالت واللي قبله كان تاني مودرتش والمجموعة الكبيرة اللي موجودة معاي فخطاب شكر موجه لينا بانقاذ هذه الدورة بهذه السرعة الفائقة واستضافتها في القاهرة ده شكر موصول ولازم يتقال مش هقوله لاتحاد الكورة اتحاد الكورة طبعا هو الامبريلا وكل حاجة بس هقوله للمتحدة للرياضة انا شركة المتحدة دي اللي عمل بريزنتيشن والمتحدة والشركات اللي هي موجودة دلوقتي هي الواحد دي يقعد يراقب ويشوف ويعمل وبعدين عشان يبني رأي نهائي يعني ممكن تكون المتحدة بتشتغل بحكم ان ملاش منافس في مصر مثلا بنفس الامكانات والقدرة لكن لما تلاقي تاخدك في حاجات بقى وتبتدي تنقل كرة القدم المصرية لأفاق خارجية يعني شفنا بقى ايفنتات رهيبة جدا دلوقتي لينا في السوبر في الامارات والسوبر يتحول من مباراة لدورة من اربع فرق زي اخر مرة بكل الهلمة اللي احنا شفناها دي وبعدين في السعودية نشوف النجاح المبهر اللي سهموا فيها شقاءنا في السعودية مع المتحدة للرياضة في نهاية كاس مصر بهذا الشكل اللي كان الحقيقة حديث الدنيا كلها في الكام يوم لغاية ما المباراة تاهت وبعدينها كمان الفيدباك كان رهيب جدا وبعدين دلوقتي لما تيجي تعمل دورة زي دي تحت اشراف الفيفا ويبقى اسمها كمان بالنسبة لنا اسم يعني مهم دورة العاصمة الإدارية فدورة العاصمة الاولى دي خد بالك مع امكانيات رهيبة بنتكلم عنها الحقيقة في العاصمة الإدارية الاستاد والمدينة الرياضية والشغل الكبير اللي حاصل وانا بقول هذا الكلام وانا يعني بقناعاتي لان انا عارف ان انت عشان تخش الفايل ده وتعمل ماركتنج في الرياضة بهذا الحجم الضخم مش سهل في ظل منافسة رهيبة على مستوى الوطن العرب على مستوى العالم شركات ضخمة جدا جدا هي اللي بتخش الرعايات انت بقى عندك ضلع دلوقت في المنطقة مهم جدا وبقى مؤثر جدا وانا مش هستبعد ولا هستغرب لو لا نقيد بعد 3-4 سنين المتحدة للرياضة بسان بترع دوري برا يعني مش هندهش انا عن نفس الخطوات اللي شغالين بيا دي اصدقائنا طبعا محمد يحيى وسيف الوزيري محمد يحيى هو رئيس مجلس إدارة المتحدة الرياضة وسيف النائب بتاعه وحتى في بريزنتيشن سيف هو رئيس مجلس إدارة ومحمد يحيى النائب بتاعه عمليه مع الستاف اللي موجود ده لما كمان بكلم الناس اللي بيبقى لهم شراكات معانا خارجية سواء في الامارات او في السعودية شققنا في الامارات او في السعودية هم بيتكلموا الحقيقة بشكل مصير جدا مبهر على المجهود اللي بتعامل فلما إلاقي دورة بتتعمله بأسمار عاصمة الادارية وإمكانية وإينا زهار وإبداعات وإمكانيات الاستاد بتاع العاصمة اللي أنا أتمنى أنني أستطيع في البطولة يعني حتى الآن هو الكلامчес فى السادى القاهرة ام لا استطيع العاصمة الان استطيع خلاص اسمها بطولة العاصمة الادارية بطوله الاولى وان شاء الله تبقى كل سنة عندنا دورة أو بطولة اسمها بطولة العاصمة الإدارية بإذن الله يعني سنويا ونستمتع كلنا كجمهور بيها خد بالك إنت جاي لك كرواتيا وجاي لك تونس وجاي لك نيوزيلندا يعني سيبك بقى حتى بنتكلم على الصدمات والأهلي والمنتخب واللعيبة ونعمل ايه سيبك من ده كله بقى ونستمتع بالمباريات من ناحية الفنية والنجوم اللي هتبقى موجودة في المتشات دي انت ما تشوف هذا الشكل المبهر للإستاد يعني احنا مش بنبالغ لما بنقول انه هو هيتحول لواحد من اهم الاستادات الموجودة في العالم دي مش مبالغة ونحن بنا الايام يعني الناس هتشوف الفترة الجاية كيف سيكون هذا الاستاد وازاي هيستضيف ايفنتات ضخمة جدا جدا يعني اتمنى انه يجهز لاستضافة الدورة او من الموسم الجاي في الدورة التانية ممكن يبقى استاد القاهرة هو اللي يستضيف الدورة دي لسه ففتي ففتي يعني الموضوع لسه ما تحسمش هل هيبا في استاد القاهرة او في استاد العاصمة الادرية انما هي بطلط العاصمة فهنا الحقيقة لازم لازم نفخر بالامكانيات الضخمة اللي بقت عندنا في المنشآت الرياضية واخيرها العاصمة الادرية واستاد العاصمة الادرية وانا بتكلم بحكم ان دي دورة في كرة القدم فانا بتكلم عن ملعب الكرة واستاد الكرة انما هي مدينة فيها يعني ملاعب ضخمة جدا وفيها يعني بنية تحتية رهيبة للشباب والرياضة كلها يعني هتلاقي حمامات السباحة وملعب التنس وبص يعني بص المدينة عاملة ازاي مدينة الرياضية عاملة ازاي ده الاستاد شو بص بص ده حمامات السباحة والتنس وانده طبعا ملعب الكرة وانت بتتكلم وطبعا مبنى ضخمة كله انشطة شبابية وصالات مغطاة وبتتكلم في يعني كل هاي صالات مغطاة جدا بالاستاد انت بتتكلم طبعا ده شكل الاستاد من برة بتتكلم في بنية تحتية ضخمة جدا بقت موجودة عندنا تسهل استضافة ايفنتات كتيرة جدا كبيرة وضخمة جاية ان شاء الله وبإذن الله يكون اولها استضافة الدورة الاولمبية بإذن الله الفين يمكن تكون الفين ستة وتلاتين الفين ستة وتلاتين بإذن الله فده من ناحية البنية التحتية فان شكر كمان للمتحدة للرياضة اللي وانا بقول هذا الكلام والله انا لا يعني انا من المتابعة اللي موجودة في الفترة في القامة الاخيرة انا ولا حد تتكلم معايا ولا اي حاجة انا بقول انه بعدك شركة تستطيع النهاردة انها تضع اقدامها بقوة ورساخة اقدام رساخة في التسويق الرياضي بهذا الحجم ثم تنتقل من الداخل للخارج وخد بالك انت بتتكلم بقى بجانب الماركتين جدا مش قصة ان اللي اخد فلوس وزبانج ياخد فلوس ومنتغي ياخد فلوس لا انت بتتكلم كمان في اقتصاد رياضي او تسويق رياضي هو اساسا مساهم في الاقتصاد المصري لان انت لما بتعمل ايفنتات كبيرة وبتعمل بطولات كبيرة وبتخش عملة صعبة بضخامة وتخش في حاجات انت بتنتقل كمان لفكرة جديدة او مرحلة جديدة من تسويق رياضي فالحقيقة انا لن استبعد وانا بقولك اهو ده البوستر بتاع البطولة اهو طبعا قدامنا نجومنا طبعا واخد بالك يا البطولة تحت مظلة الفيفا كمان فادي يعني كرواتيا ومنتخب مصر ونيوزيلاندا ومنتخب تونس موجودين طبعا ده مرموش اعتقد مش ده مرموش وده مودريتش اهو والنجوم بتاعنا في هذه الدورة فا اهو تحت بظلة الفيفا الفيفا كمان بيعمل دورات دلوقتي مجمعة عشان بيبني الفكرة القادمة في المستقبل يعني على فكرة الامم الاوروبية اللي على مدار السنة دور الامم الاوروبية اللي انتو شفتو ده على مدار السنة الفيفا عايز يعمل حاجة كده على مدار السنة فالحقيقة وجب الاشهادة وجب الاشهادة وانا بقول لكم مش مستبعد ان احنا عندنا شركة زي المتحدة للرياضة في المستقبل والله انا مش مستبعد ده خلال سنتين ثلاثة اربعة بصلا بتعرع حاجات خارجية ممكن حتى ما نكونش احنا اطراف فيها يعني يعني تلاقي مثلا بتعرع حاجة في الدور السعودي بتعرع حاجة في الدور الاماراتي بتعرع حاجة في افريقيا بتعرع حاجة في اوروبا بتعمل اوجابة راعي لانديها كبيرة في اوروبا وتبقى هي المنصق لي وكل الكلام العظيم ده فانا متوقع يحصل في ظل الخطوات القوية اللي بتحصل حقيقة خلال هذه المرحلة ففخر كبير جدا ان يبقى عندنا بنية بهذا الشكل فخر كبير جدا ان يبقى عندنا تحول في فكرة التسويق الرياضي بهذا الشكل ففخر كبير جدا ان احنا ننطلق بدورة اسمها دورة العاصمة الادارية الاولى وان شاء الله تبقى مستمرة في الفترة الجاية واتمنى انها تكتامل بنجاح المنتخب بتاعنا في تحقيق اهداف الكابتن حسام حسن مش مو من حقق اللقب بتاع الدورة يعني لكن المهم ان تتحقق اهداف الكابتن حسام حسن خلال الفترة القادمة لانها فترة مهمة جدا بالنسبة لمنتخب مصر واللي بتسبق المطشين بتوع تصفيات كاس العالم هطلع فاصل سريع هنتبع بعض التقارير اللي خاصة بالمنتخب والنادي الاهلي وكمان دورة ابتال اوروبا وكثير من التقارير يعني سوما نلتقي في الفقرة القادمة مع انجومنا كابتن سيد معوط كابتن محمد عبد الجليل وكابتن بشير التابعي موسيقى